موسيقى السلام عليكم متابعي المحترمين ارحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية في هذا الدرس سوف نتحدث عن الدراسة والعمل نبدأ درسنا في قرات هذا النص سارة كانت مرحباً سارة كانت مرحباً سارة كانت مرحباً طبعاً نقرأو نقرأوها هكذا اتوا Sarah est une étudiante très sérieuse Sarah est une étudiante أي Sarah هي طالبة très sérieuse أي جادة جدا très تعني جدا sérieuse أي جادة إذن Sarah طالبة تتميز بالجدية très sérieuse جادة جدا Sarah est une étudiante très sérieuse aujourd'hui elle a des examens à la faculté aujourd'hui elle a des examens à la faculté aujourd'hui elle a des examens à la faculté aujourd'hui aujourd'hui تعني اليوم ننتبه جيدا لهذه الكلمة التي تتضمن علامة صغيرة سبق ورأيناها وهي بعدها مباشرة هناك حرف H الذي اتفقنا على أنه لا ينطق إذن نقرأ الكلمة وكأن بعد حرف D هناك مباشرة U I التي تنطق W إذن نقرأ الكلمة هكذا aujourd'hui كلمة aujourd'hui تعني اليوم أي هذا اليوم aujourd'hui elle a des examens elle هذا ضمير un pronom ضمير سبق أن رأيناه عدة مرات والذي يعني هي طبعا الضمير يعوض الاسم le pronom remplace le nom le pronom remplace le nom أي الضمير يعوض الاسم الضمير هنا elle يعوض الاسم سارة إذن elle a des examens تعني هي عندها امتحانات des examens des examens des examens à la faculté à la faculté أي في الكولية إذن aujourd'hui elle a des examens à la faculté تعني اليوم عندها امتحانات في الكولية Elle prépare ses livres ses cahiers ses stylos et sa calculatrice Elle prépare ses livres ses cahiers ses stylos et sa calculatrice Elle prépare سبق ورأيناها عدة مرات وتعني هي تحضر أو تعد إذن تعد ماذا Elle prépare ses livres كلمة livre سبق ورأيناها وهي اسم تعني كتاب إذن ses livres تعني هنا كتبها les livres تعني الكتب إذا قلنا ses livres فإننا نقصد كتبها إذن elle prépare ses livres أي هي تعد كتبها ses cahiers ses cahiers تعني دفاترها ses stylos تعني أقلامها أي سا calculatrice la calculatrice تعني الآلة الحاسبة إذن إذا قلنا سا calculatrice تعني آلتها الحاسبة Elle prépare ses livres ses cahiers ses stylos et sa calculatrice كلمة التي تتكون من الحرفين E والT تعني و و إذن سارة في هذه الحالة تعد عدة أدوات ماذا تعد ses livres ses cahiers ses stylos et sa calculatrice تعد كتبها دفاترها أقلامها و آلتها الحاسبة Elle prépare ses livres ses cahiers ses stylos et sa calculatrice أجلي تشجيعها son frère كمال أي شقيقها كمال كلمة le frère سبق أن رأيناها في درس العائلة وتعني الأخ إذا قلنا son frère فيعني هذا أخوها أو شقيقها son frère كمال la compagne ننتبه جيدا لطريقة نطق هذه الكلمة la compagne la compagne في النهاية لدينا حرف ج بعده ن ثم أ هذا الصوت ينتق هكذا ني وكأن لدينا في اللغة العربية حرف النون ساكن وبعده ياء ساكن ني ني la compagne son frère كمال la compagne jusqu la faculte jusqu أي إلى غاية يرافقها إلى غاية الكولية أي حتى الكولية jusqu à la faculté يرافقها إلى الكلية ثم يتابع طريقه puis continue sans chemin الطريق هو le chemin le chemin vers تعني نحو أي الطريق نحو أو باتجاه باتجاه ماذا vers la post la post تعني في اللغة العربية مكتب البريد و il travail حيث يشتغل أو حيث يعمل إذن كمال يعمل في مكتب البريد ننتبه جيدا لطريقة نطق il travail ننطق هكذا أي il travail Bonne chance Sarah Bonne chance Sarah Bonne chance Sarah أي حظا طيبا يا Sarah Bonne chance Bonne تعني طيب chance حظ أي نتمنى لها حظا سعيدا Bonne chance Sarah الآن نمر إلى بعض الكلمات التي تدل على الدراسة أو العمل الكلمة الأولى l'école l'école التي تعني المدرسة طبعا كلمة l'école تبدأ بالأغتيك الذي نلاحظ أنه l' طبعا l' أصلها la la إذن كانت الكلمة في الأصل la école la école ولكن طبعا نلاحظ أن هناك حرفين من حرف voyelle a ثم e avec accent إذن يجب أن نحذف الحرف الأول وهو a ونضع بدله علامة apostrophe وتصبح الكلمة هكذا l'école التي تعني المدرسة 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 ننتبه جيدا لحرف e الذي يأتي مباشرة بعد حرف f professor profe ننطقها e professor ولم نقل professor لماذا؟ بكل بساطة نلاحظ الحرف الذي يأتي بعد حرف e نلاحظ أنه حرف s مرتين s وبعدها مباشرة s إذن بشكل عام إذا وجدنا حرف e وبعده حرفان من حرف conson فإننا ننطقه e e يصبح نطقه e e في هذه الحالة تنطق e دون إضافة علامة accent فوقها إذن le professeur بالعربية تعني الأستاذ les leçons les leçons les leçons تعني الدروس le livre le livre هذه الكلمة سابقة نرأيناها عدة مرات وتعني الكتاب le كي le كي ننتبه جيدا لهذه الكلمة لأن فيها حرف h الذي قلنا أنه لا ينطق وبعده مباشرة i e r التي ننطقها ي إذن الكلمة تقرأ هكذا le كي أي الدفتر le stylo le stylo تعني القلم le stylo طبعا حرف y ننطقه تماما مثل نطق حرف i le stylo la class la class تعني القسم voyelle voyelle نزال إذن نقرأ الكلمة هكذا séance séance la séance أي الحص l'étude l'étude عادة من وجود accent فوقه ونقرأ الكلمة هكذا le directeur le directeur تعني المدير l'examen 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 تعني l'amتحان ننتبه جيدا لطريقة نطق هذه الكلمة ex ex نلاحظ أن حرف x ينطق gz gz لأنه وقع بين حرفين من حرف voyelle ثم في النهاية لدينا en en التي تنطق عادة en لكن في هذه الكلمة نطقناها a a ثم نلاحظ أيضا أن في البداية لدينا الأغتيك اللافيني l'apostrofe الذي أصله le في الأصل كانت الكلمة هكذا le examen le examen لكن نظرا لالتقاء حرفين من حرف voyelle فإننا نحذف e ونضع apostrophe إذن نقرأ الكلمة هكذا أي رئيس ننتبه جيدا لطريقة نطق حرف E في هذه الكلمة فإنه ينطق A وكأن هناك أعقص لشيف رئيس نمر الآن لقراءة بعض الجمل لقراءة بعض الجمل لقراءة بعض الجمل المدرسة الكبير Le professeur explique la leçon Le professeur explique la leçon Le professeur explique la leçon الوستاذو يشرح الدرس Les élèves sont dans la salle Les élèves sont dans la salle Les élèves sont dans la salle التلميذو في القاع La leçon est facile La leçon est facile La leçon est facile الدرسو سهل La cour de l'école est propre La cour de l'école est propre La cour de l'école est propre أي ساحت المدرسة نظيفة سارة va à la faculté سارة va à la faculté سارة va à la faculté أي سارة تذهب إلى القلية J'ai un examen à la faculté J'ai un examen à la faculté عندهم تحان في القلية J'ai une réunion au travail aujourd'hui J'ai une réunion au travail aujourd'hui J'ai une réunion au travail aujourd'hui عندهم تحاني في العمل M. Talal va à l'hôpital Il est médecin M. Talal va à l'hôpital Il est médecin M. Talal va à l'hôpital Il est médecin J'ai un examen Il est médecin Il est médecin Il est médecin M. Talal va à l'hôpital Il est médecin Mme Salma travaille à l'hôpital Il est médecin Mme Salma travaille à l'hôpital Il est médecin السيدة السلمة تعمل في المستشفى إنها ممرضة جو تحويل لمتن جو تحويل لمتن جو تحويل لمتن أنا أعمل صباحا جو بي أو تحويل جو بي أو تحويل جو بي أو تحويل أي أنا أذهب إلى العمل هكذا عزيزي المتابع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية ختاما وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم رحلة موافقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر